أهلا بحضراتكم مشاهدين وما زلنا مستمرين معكم في تغطية اليوم الأول الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات بالطبع بتأتي في وقت دقيق جدا ومهم بالنسبة لمصر والإقليم ككل وأيضا بتصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان في هذا الإطار ننوه أن الدولة المصرية في السنوات الماضية وضعت ملف حقوق الإنسان نص بعيونها وأيضا ننوه أن الإدلاء بأصواتكم في الانتخابات الرئاسية هو حق راسخ من حقوق الإنسان ونحن دايما نراهن ونعاول على وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤوليته ووقوفه بجانب وطنه في كل التحديات فإذا مر تقريبا النصف الأول من أول أيام العملية الانتخابية ونحن نشهد مشهد انتخابي يعبر عن مدى اصطفاف المواطنين حول الدولة المصرية